شكراً على الإصدافة أنا رأيي على أن يولاً لها الناقش منزاوية والله في إطار للمجتمع الناطق بالحسانية في المجال الترابي اللي احنا عايشين به وتملكه وراقه ومهتمين به وهو موضوع نقاش نظرك وراه هو ما هو قلت اهتمام بقية المكونات الأرقية الوطنية وإنما النقاش حول هذا الجزء الثقافي المحدد سلفاً نقول لنا لشكال متعلق بتمثلات عن الواقج معينين عن أشياء وعن أعراق أخرى وعن الواقج أخرين معهم يتعايشون معهم وشركاء لهم في المجال وهذه التمثلات بعد أن ينطبق منهار المجتمع الناطق بالحسانية أنا في تصوري أنه بالإمكان اجتزازه بشكل سريع إذا حصلت الإرادة الإرادة الصاة ما هي معبر عنها رسمياً وإنما نعبر عنها من داخل المجتمع في حد ذاته نحن هذا المجتمع عنده مجموعة من الطبقات الاجتماعية ومجموعة من الوظائف الاجتماعية وفي مقابلة الثقافة صار ضياء الثقافية لصلاق على كل واحدة منه هذه أنت تتخرصها إذا هو لك جايبينها من مجتمعات أخرى لكن المجتمعات فاتت زبتت وقلات وتسعد فيها وصعباً أن نتوقعها يقول هذا المجتمع اللي ناطق بالحسانية تشكله هو قاع بحد ذاته ما تكتمل ما نوياسر معنى أنه بالإمكان على أن يراجع بعد قاع نظامه الاجتماعي بالعجلة يتخلص منه ويبني رأسه للأسس السليمة صحيحة نحن أعطيك أمثلة هذه التمثلات أولاً تتناقض مع القيمة التي يعطيها المجتمع الذاته في نقر دولة وطنية في نقر مؤسسات سياسية يقوم بتستجيب المعايير محددة معروفة سلسة وتتناقض مليه مع الخطاب الأخلاقي للمجتمع يشد أخبار وهو عنه مجتمع مسلم مسالم عنده قيم وعنده تصورات أيضاً تتناقض مع القيم الإنسانية التي تآلف عليها المجتمع كامل والدولة الموريتانية أرى تقصد ثقافة ككل ولا تقصد بعض المظاهر لا طبيعة الحال هذا نسبي ما فهم ثقافة سلبية على كل لا في ثقافة ملي إجابة على الكل نحن نقش في ظهرك لأنه لا يمكن أن نصل إلى هذا عدد التوتيج لنا قليلاً إلا أنه خالقين مجموعة من السرديات بقيت ذاك هانية في الإذهان عند مجموعة من الواقش وفطان هووية لا يمكن أن نعطيك مثال عنها وفي ثقافة سلسة تمثيلات السرد هذه هي في نظلة أترضى على القلوس بعد الأقل لذلك تطورها وفي فرصة نحن تتط welfare جديد طبقات الحراطيين والمعلمين والطبقات ذوايا كل شيء لديه كان هناك تجعل vuelta إنه يكون أكثر عدد قد traces ومعجد ومن only كانت من السياسة ولا كانت من الدبارة الجانب الحربي ولا كانت من سيارة الدولة منذ ستين سنة لم أخلق مار، لم أطحت معاً شي 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 غير طبقات اللي يدل على إمكانية تحولات اجتماعية بنا نعيشوها كماناً لماذا لا نعيشوها؟ لماذا لا نسلم؟ لا لا لا، لم أسلم هذا النقاش الداير حالياً يؤطر هذه التحولات نحن نقاش اجتماعي نقاش مبين مكونات المجتمع كانت تحت أخبار وكبير وخالق وننتجة صحيحة ما لدينا ما نقول ونركز به نغطي الأخيرات في هذا المجال أولاً لدينا أن نفهم لدى المشتركات لأننا كشعب نجد أن نتعايش لا علاقية من المصالح المشتركة بيننا لا بدنا نحدي لدينا مصالح المشتركة بيننا لذلك نتعايشه لا بدنا نتعايشه لدينا أن نتافقه في بلده لا علاقية تحددها نحدينا مدنياً عنها المواطنة عنها اتفاقنا في طار بمدة متقاددة ومستاوية ومحقّة عنها الدولة العدالة بين مكوناتها ثانياً ننقدون التعايشه لا يداعد عندنا قيم مشتركة قيم نحن متفاهمين عليها لا ينخطهون بشو به القدام هذا من أين يخلق؟ معناها على أن موارد الدولة التي نحضر فيها كامل لا يتوزع الثربة بها عدالة وتتقادد فيها الناس معناها على الحضور المالي لا يتقادد فيها كامل وتعود الناس تحضر ذاك اللي يخلق فيها خالق قبل الوخطة نعرف نهون نقد نقول علن الخطاب الرسمي يعود وتقدم كثيراً على الممارسات في الواقع شيء تمهيراً ننتكلم عن الخطاب الذي قدم الرئيس هذا خطاب واضح ما يتعلق بالتصور النمطية وعن تمزز الجهات الرسمية من دي الممارسة يقير على الناس الواقع مازلنا العايشين واضح ممارسات دعني نتقل الـ الـ